السلام عليكم واهلا بكم في فيديو كتير في الفيديو ده هنشوف حاجة مهمة جدا في الواتساب وهي طبعا ان الواتساب ما يحملش اي صور غير لما ندوس عليها او نضغط عليها ونقول له حمل لنا الصورة دي ما تنزلش صور من مزاجة لو سمع. طيب اول حاجة هنعملها هنفتح الواتساب بالشكل لو بعد كتا بيجي على الثلاث نقط دول وبنختار الاعدادات ومن الاعدادات بننزل تحت شوية هنا لحد ما نلاقي التخزين والبيانات وبنضغط على التخزين والبيانات بنلاقي هنا التنزيل التلقائي للوسائط. ايه هي الوسائط? الوسائط هي عبارة عن الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية والمستندات اللي هي الدوغمتز. تمام? طيب دلوقتي هنا بيقول لي اسناء استخدام بيانات المحمول اللي هو احنا هنفتح البيانات بتاع التليفون. فطول ما هي مفتوحة ما يحمل لناش اي حاجة من الحاجات دي اللي هي السور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والمستندات. اي حاجة هيتكون متعلم عليها صح بالشكل ده هتتحمل اثناء استخدام بيانات المحمول. طيب لو شلنا العلامات دي وضغطنا على موافق يبقى هو كده مش هيحمل لنا اي حاجة اه غير لما نضغط عليها اثناء استخدام بيانات المحمول. طيب دلوقتي فيه تاني اختيار اللي هو اثناء الاتصال بشبكة الواي فاي. دلوقتي لو ضغطنا عليها بالشكل ده برضو لو لقينا اي حاجة متعلم عليها فاحنا اثناء ما يكون الموبايل متصل بالواي فاي بالشكل ده. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام? يبقى كده هو هيحمل لنا كل الوسائط اللي بيتم ارسالها تلقائيا على اه مساحة التخزين الخاصة بالتليفون بتاعنا. طيب دلوقتي لو شلناهم بالشكل ده نفس التعيم. مش هيحمل حاجة غير لما احنا نضغط على الحاجة اللي احنا عايزين ان هو يحملها. طبعا اثناء التجوال ده مش مهم لانه هو كده كده اه غالبا ما فيش حد بيكون في فترة التجوال دي الفترة كبيرة يعني. او الا اثناء السفر بس. المهم اخر حاجة هنا عندي جودة تحميل الوسائط. تحميل الوسائط دي. هي اه لو ضغطنا عليها بالشكل ده هيقول لي توفير البيانات وافضل جودة. افضل جودة اللي هو مسلا لو حد بقيت لك صورة بجودة اه يعني مسلا مسلا وليكن بقيت لك صورة بجودة اتش دي. تمام? فاحنا هنا اختارنا افضل جودة يبقى كده انت لما تيجي تحمل الصورة بتاعتك اللي هو بعدها لك هتحملها بجودة اتش دي. تمام? طب لو ضغطنا على توفير البيانات هيحمل لنا الصورة باقل شوية يعني. هيحمل لنا الصورة بتاعتنا بجودة اقل شوية علشان يوفر لنا في البيانات. فطبعا انا يعني الموضوع مش فارق معاية توفيري البيانات فهتضغط على افضل جودة. انا عايز اشوف الصورة اللي ما بقيتها لي مسلا او المقطع الصوتي او ايان كان بافضل جودة فهتضغط على موافق. تمام يبقى احنا كده دي طبعا على حسب الرغبة اللي هي افضل جودة. وهنا زي ما قلنا ازاي تمنع يعني ازدحام مساحة تخزين الموبايل. والمقاطع اللي بيتم ارسالها على الواتساب. وخصوصا لو انت في جروبات كتير بتلاقي الموبايل في ثواني اتمالة. مساحة التخزين بقت مكتملة. طيب دلوقتي احنا مسلا لو عايزين نفضي بقى مساحة التخزين من الحاجات اللي بعتت لنا قبل كده. هنعمل ايه? بنيجي على ضغط التخزين اول واحدة فوقي. هنا هنلاحز ان هو كاتب لي تحتيها. المساحة اللي تم استهلاكها. وهو اتنين جيجا بوينت وان. اللي هو اتنين جيجا بوينت ميت ميجا تقريبا. فبنضغط على اقدارة التخزين هنا بقى هنلاقي كل الصور اللي تم منزولها ومقاطع الفيديو والجروبات. آآ يعني مسلا هنا عندي الدردشات. فلو ضغط على اي دردشة من الدردشات دول هلاقي كل الصور اللي تم ارسالها في الجروب ده. او في المحادسة دي هلاقيها في المكان ده. فقدر اضغط على تحديد الكل واضغط على حزف او علامة السلة اللي موجودة دي وبكده هكون من صور كتير جدا في شات واحد وبطريقة سهلة وآآ جميلة. طيب بكده هنكون يعني انتهينا من موضوع السور اللي بيتم ارسالها على الواتساب واشوفكو بخير ان شاء الله الحلقة الجاية واخيرا سلام.